لكن هذه المعركة إما مستمرة حتى التحرير وإذا ما استمر هؤلاء الصهاينة في العدوان وتوسعت هذه المعركة تهي نهايتهم بإذن الله تعالى وإلا إذا ما وقفت فطبعاً نحن على أبواب عزة وكرامة ينبغي علينا أن نتفاعل معها ما بعد هذه المعركة دخول أنا أقول لكم دخول شباب الأمة في مشروع الجهاد المباشر بإذن الله تعالى لا بد أنا أقول أيضاً لذال العلماء ابدأوا جهزوا جيش الأقصى جيش الأقصى ينبغي أن يجهز في كل بلاد ينبغي أن يعد في كل بلد آلاف تكون جاهزة لكي تهرع إلى الأقصى لتحرره نحن لا نريد أن نصلي في المسجد الأقصى محرراً نريد أن نكون فيه محررين وليس محرراً جاهزاً لا نريد أن نذهب إليه بعد أن يجهز نريد أن نكون بأيدينا يجهز بإذن الله تعالى يا شباب يا أيها المسلمون وواجبنا الاستمرار كما قلت الاستمرار في دعم المجاهدين وأنا لا أحب كلمة دعم أصلاً لأنها لا تمثل الشراكة بمعنىها الحقيقي نحن نريد أن نستمر في موضوع الشراكة في موضوع الانخراط الكل أما الدعم كلمة أصغر والمساندة كلمة العاجز كلمة لا تليق اليوم المطلوب أن يكون أبناء الأمة منخرطون في هذه المعركة أنا أرجوكم في ليبيا شكل جسم جسم يسمى جسم الأقصى بدأ الآن يعد شبابه نساؤه الفتيات الرجال الشيوخ الكبار العطاء الوعي الاستعداد الجسدي أنا بالأمس قلت للشباب قلت جهز في قلبك وإيمانك جهز في عقلك جهز في عضلاتك نحن نريد هذا كله وهذا لازم مطلوب لنا اليوم فلذلك استعدوا يا أخوانا استعدوا والله أقبل علينا خير الحقيقة نحن متوقعين لأن النصوص القرآنية جاءت به لكن ما كنا متوقعين به السرعة فعسى الله أن يفتح لنا هذا الباب وأن نستمر وأن نكون شركاء حقيقيين في هذا المشروع نقول لكل أبناء الأمة ما بعد هذه المعركة إذا هدأت وتوقفت ينبغي أن يكون الاستعداد في ساحات كثيرة تخيلوا يا أخواني الكرام لو أن هذه المعركة التي فتح بابها في غزة كان لها أبواب موازية من الأردن ومن لبنان ومن سوريا ومن مصر أين يذهب هذا الكيان لو جاءت كل أمريكا معه ولكن مع الأسف منصب على رؤوسنا من هم أحرص على العدو منه على نفسه اشتركوا في القناة